من جهة أخرى أنجزت اللجنة التشريعية تقارير المتعلقة بالجنسية والانتخابات فيما يخص حرمان الموسيء وتم إحالتها إلى لجنة الداخلية والدفاع فيما لا تزال المخترحات والمواقف النيابية تتواصل حول التعديلات تسعة اقتراحات بقوانين خاصة بالجنسية وخمسة بشأن قانون الانتخاب من شأن البصمة الوراثية من الفات الثقيلة حلت على طاولة التشريعية البرلمانية التي بدورها أنجزت التقارير وأحالتها إلى الداخلية والدفاع أنجزنا تسع مخترحات بقوانين في الجنسية وكذلك أنجزنا خمس مخترحات بقوانين فيما يتعلق في الانتخابات ولما نقول الانتخابات نقصد ليس التصويت نظام التصويت لم يأتينا مخترحات في نظام التصويت حتى الآن وإنما قد يكون قدموا العضاء لكن لم يصل للجنة التشريعية واللي لدينا كان تعديلات على المادة الثانية من قانون الانتخابات المتعلق بالحرمان من الانتخاب والترشيح هذا تم النظر في اللجنة التشريعية من ناحية الدستورية والقانونية وأبدأت ملاحظات وأحيل إلى الآن أو في طور الإحالة انتهينا مننا كلجنة وأبدأنا ملاحظاتنا وسيحال إلى لجنة الداخلية والدفاع تحرك اللجنة رافقته حين قد يكاد لا ينقطع عن قانون الانتخاب والجنسية والتعديلات عليهما هذه التعديلات تنص على أن تقوم الهيئة العامة المعلومات المدنية في نهاية شهر فبراير من كل عام وتحديدا في 28 فبراير بإرسال كشوفات المواطنين لتنطبق عليهم مواصفات وشروط الناخبين إلى إدارة الانتخابات التابعة الوزارة الداخلية حجر عثرة لهذه الاقتراحات التي تريد أن تغير الواقع الاجتماعي والسياسي في الكويت يجب أن نحافظ على مكتسبات أهل الديرة يجب أن نحافظ على مكتسبات أهل الكويت ولا يجوز أن يتم العبث بقانون الجنسية بهذه الطريقة التي تقدم فيها الاقتراحات وفيما تستمر المواقف النيابية تتواصل قوانين الانتخاب والجنسية لتأخذ دورتها بين اللجان المعنية في انتظار القول الفصل تحت قبة عبدالله السالم